بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله المشاركين جدد نقولكم مرحبا بكم متابعين نقولكم دمتم أو في القناة ان شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بأفضل وأحسن حال اليوم جبت لكم وصفة ومتأكدة انه راح تعجبكم ومتأكدة انكم راح نجربوها وصفة سهلة تقدروا تقدموها كمقبلة وبلما نطول عليكم نتمنى انكم تابعوا الفيديو للأخير وتشوفوا الطريقة ونبدأوا على بركة الله في المقادير نحتاجوا أول حاجة الحم مرحي أنا كنت طيبتو في شوية بصلة وثوم وملح وفلفل أسود ومعدنوس وتخلوها طيب حتى ننشف من هذك السوائل كامل والكمية على حسب أفراد العائلة نحتاجوا جبن مبشور نحتاج خمس بيضات ونصف ملعقة صغيرة خميرة الحلوة نحتاجوا معدنوس ونحتاجوا ثلاث ملاع كبار لشابلوغ أو خبز مرحي والملح والفلفل أسود هذو هما المكونات ونبدأوا مباشرة في الطريقة نحطوا الحم مرحي لطيف ونضيفوا له المعدنوس ونضيفوا له كذلك البيض قلنا خمس بيضات متوسطين نحتاجوا الملح هو الفلفل الأسود هنا كما راكم تلاحظوا قدرت ثلاث بيضات ومبعد الكمية جاتني شوية زد تكملت للكمية الثانية ضفت عليهم جبن مبشور ولاشابلوغ كما قلت لكم راني درت يعني الكمية اللولة وبنت لي شوية زدت كمية أخرى يعني راح نضيفوا ثلاثة ملعقة كبار لاشابلوغ ونضيفوا خمس بيضات ونصف ملعقة صغيرة خميرة الحلوة نخلطوا المكونات كامل مع بعض وهنا كما قلت لكم زدت ضفت بيضة وزدت ضفت معها ملعقة كبيرة لاشابلوغ ولقيتها نشفت لي شوية زدت كملت بيضة يعني هناك يضيفوا لاشابلوغ ديروا حسابكم انكم تخلوا الخليط يعني خفيف شوية ما يكون ش تقيل نخلطوهم جيدا حتى يمتزجوا هذوك المكونات وراحين نجيبوا المول سيليكون احنا نستعمل هذا المول نتعى الموفن وتقدروا تديروا اي مول آخر وش عندكم ندهنهم بالقليل من الزبدة ونبدأوا نعمروهم بالحشو وماذا بكم ما تعمروهم شي ياسر لانه فيهم القليل من الزبدة راحين يعودوا ينتفخوا يعني عمروهم وخلوا شوية فراغ بعد ذلك نحطوه المول في سينية لتدخل الفرن ونحطوه ميطيبو على مياه وستين درجة بعد ذلك بعد ذلك نحمروهم من فوق هذا هو شكلهم بعد ما طعبوا شوفوا كيف شجوكم يعني طلعين ورحيتها مراهي تشهي شوفوا وصفة سهلة 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 وروعة وبنينة ياسر نتمنى انكم تجربوها وكيما قلتلكم تقدروا تعاوضوها في مكان البوراك وكيما شفتوا يعني وصفة سهلة وسارعة تمثم توجدوها نخلوهم يبردوا شوية وبعد ذلك نحوهم من المول راحين يتنحو فاسي المون شوفوا كيف شوفوا كيف هجوا طايبين وخفاف والمليحة في هذه الوصفة انو الحشو تتحكم فيه انتماء تقدروا ديروا الحمر رحي تقدروا تقدروا الحوت ولا المرقز ولا كشير وش متوفر عندكم في البيت تقدروا تديروها وسهلة وما تديش الوقت وثم ثم يعني تحضروها ودرك نوريها لكم في صحن التقديم ورحين نشوفوها كيف هجات يعني من داخل هذا هو شكلها ودرك تشوفوها من داخل شوفوا كيف هجات جات خفيفة ونقطنة كأنها موسكوتشو أو موفن مالح وصفتنا لنهار اليوم مقبلة خفيفة بنينة نتمنى أنكم تربوها لحقنا نهاية الفيديو ما بقى لغربكم لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك وفعل الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر